اهلا بكم افادت وسائل اعلاما ايرانية بان انفجارا وقع على متن ناقلة النفط الايرانية السينوبا على بعد نحو ستين غميلا من ميناء جدة السعودي قالت قناة العالم الايرانية ان الخزانين الرئيسيين للناقلة تعرضا لخسائر وان النفط يتسرب الى البحر الاحمر اضافت القناة ان الخبراء على الناقلة يعتقدون ان الانفجار عمل ارهابي اما الخارجية الايرانية فقالت ان التحقيقات الاولية تفيد بان ناقلة النفط تعرضت لهجومين في البحر الاحمر من مكان قريب اثناء عبرها شنت القوات التركية غارات جوية مكثفة وارسلت تعزيزات لمناطق بشمال شرق سوريا كما توغلت عدة كيلومترات داخل الاراضي السورية شاحنات عسكرية وتعزيزات وصلت من الحدود التركية الى مشارف تل ابيض كما حشد ما تسميه تركيا الجيش الوطني السوري حشد قواته في المنطقة اكدت القوات التركية مقتل مئات العناصر في صفوف مختلف القوات الكردية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة